شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى بقوله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظيم شرف هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى اسم الله تعالى فسماه شهر الله المحرم تشريفا له وتعظيما فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ويتأكد تحريم الظلم في هذا الشهر العظيم كما يتأكد تحريمه في غيره من الأشهر الحرم لقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإن كان الظلم في كل وقت حراما فعن ابن عباس في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم والصوم في شهر الله المحرم من أفضل التطوع وهو أفضل ما يكون من الصيام بعد رمضان ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم